تستعر الحرب الروسية الأوكرانية وتستعر معها حدة الاستفافات والتجاذبات الدولية لا تغيب ملامح الدعم عن أنصار بوتين في حربه على أوكرانيا بدوافع فردية أو برغبة روسية وهنا تقول صحيفة العربي الجديد نقلا عن مصادر عاملة في وحدات الرصد والمتابعة التابعة للمعارضة السورية إن موسكو سحبت أعدادا من مقاتل مرتزقة فاغنر الروسية من سوريا للقتال إلى جانب قواتها في حربها المفتوحة على كييف تؤكد المصادر أن روسيا نقلت خلال الخمسة عشر يوما الماضية أكثر من خمسمائة عنصر من ميليشيات فاغنر المتمركزة في الحقول النفطية في بادية تدمر شرق محافظة حمصة وحقل شاعر للغاز بريف حمصة الشرقي والآبار النفطية التي تسيطر عليها القوات الروسية في بادية دير الزور شرقية سوريا للقتال في أوكرانيا عبر طائرات عسكرية من طراز يوشن من قاعدة حماميم الجوية على السحل السورية إلى الأراضي الروسية وتضيف المصادر أن أكثر من ثلاثمائة عنصر من ميليشيا صائد داعش التي تضم مرتزقة الروسا وسوريين تم تشكيلها عام 2017 بإشراف وتدريب من القوات الروسية وميليشيا فاغنر تم سحبهم أيضا إلى الأراضي الروسية بالطريقة ذاتها ليصبح تعداد عناصر الميليشيات التي زجت بها روسيا إلى جانب قواتها في الحرب الأوكرانية قرابة 1500 عنصر غالبيتهم من الجنسية الروسية بالإضافة إلى بعض المقاتلين السوريين من أبناء الساحل السورية شارك الكثير منهم في الحرب الليبية في وقت سابق إلى جانب قوات حفتر